الأمن القومي العربي هو أمن قومي مصري مما لا شك فيه مما لا شك فيه وبالتالي مصر بتبزل كل الجهد الممكن علشان تستقر هذه المنطقة مصر بتبزل أي جهد ممكن لتصفير مشاكل المنطقة لتهدئة الأوضاع في المنطقة فما بالك بالتخوم زي ما بيتقال احنا بنتكلم هنا على حدودنا وبالتالي ده متعلق بشكل مباشر كمان بأمننا القومي متعلق بقضيتنا المركزية وقضية الصراع العربي الفلسطيني في آسف العربي الإسرائيلي في المنطقة مصر بتبزل جهد مزهل خلال الأيام الماضية لو صح تعبير تخفيض التصعيد مش هقولك حتى الوقف الكامل تخفيض التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخليني هنا أخذ معنا على التليفون معالي السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية أهلا بك يا فندم أهلا الأساسي إزاي الصحة فندم إيه الأحوال كله تمام والله الحمد لله أنا بكلمك من مصقط عشان بس لا وكمان أنا يعني مش هبقى بحاول أطول على حضرتك لأن أنا أعلم أكيد موجود في مصقط فأكيد مشغول فيمكن هسأل بسرعة على تقييم حضرتك لهذه الأوضاع وتقييمك ليه الدور المصري في تخفيض هذا التصعيد الله حضرتك أنا يعني النهاردة طول النهاردة طبعا تمر دولي في دول الاتحاد الأوروبي ودول عربية أيضا والحقيقة الكل متركب بالدور المصري ومنتظره والكل واسق لأن مصر فعلا تأتي يعني أعطيها القدرة أن هي تتواصل مع الأطراف كلها وتصل إلى يعني وقف التصعيد اللي هي ما حضرتك بتقول لأنه الوضع أصبح مأساوي والجميع بيتحدث الآن عن بمقيم دول الاتحاد الأوروبية برغم أن المواقف يعني الرسمية مش متعطفة لكن الجميع بيتعطف تماما عن فكرة هدم المنازل على سكانها بالشكل البشر اللي بيحصل فيه الغاز الآن وبالتالي فيه يعني نظر تقدير وتركب في نفس الوقت أن مصر تسرع بمحاولة احتغال الموقف بأي طريقة وكل الأخبار اللي بتوصل لنا يعني كانت هنا حقيقة في نفس الاتجاه العالم كله بيتمكبه ولكن واضح أنه الطرف الإسرائيلي عنده قدر كبير جدا من الإسرار على التمرار في هذه يعني مش أقول لك حرب الحرب لازم تكون فيها طرفية لكن ده عملية قتل متعمد من جانب الإسرائيلي وطبعا في بعض الأشوات المؤيدة لما يجري بالضبط الدولة المخضية ولكن أقبلنا سيادتك الغاردة المجموعات اللي كانت موجودة معنا تقول لها المشاعرها طبعا تصلت تماما على فكرة الشعب الكريسي الأعزل أصبح تحية وبيتم يعني تبحث بأساليب إلى حد كبير جدا تتطبر الإنسانية فأعتقد أن مصر تستطيع في الفترة القادمة أنها تقدم شيء وبسرعة في برضو دول أخرى هتحاول أنها تدخل في إطار المحاولة من التهدئة أو تقفيد من التطعيد لكن أشوف أن مصر هتكون قادرة على هذا وأعتقد أنه العالم كله يعني أمس إلى هذا الدور قدر كبير جدا من التخصير والإجتماعات هل في شيء من الصورة تحديدا الحقيقية المتعلقة بمعاناة أهلين في فلسطين أصبحت واضحة ولو شيء ما أمام المجتمع الأوروبي والوسط الدبلوماسي الأوروبي أعتقد أيها فعلا يعني فيه ناس اللي كانوا معنا النهاردة وباللوماسيين كبار يعني في بلدهم كانوا يصلون على الهاتف صور قادمة من غزة على المناظر الموجودة لك التي يجب هدم المنازل والأطفال التي يتم قتلهم في هذه الأحداث فيه تعاطف وكذلك بالعكس يمكن فيه ناس في التطياني تنصر لأن موقف حكومتهم لحد كبير موقف غير إنساني ويتعرض مع حتى مبادئ القانون الدولي الإنساني فأعتقد إنه الدفع الآن في مصلحة للشعب الثلاثيني ولكن في النهاية مش هو ده اللي هيحمي الأقوال أو المشاعر اللي هيحمي إجراءات مافذة يتم الانتزام بيها وبسرعة لنقف هذا التبح للشعب صح أنا بشكرك جدا 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 معاني السفير كل الشكر معي سفير محمد العربي وزير خارجية مصر الأسبق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية